لماذا تتضايق السويد من قناة شؤون إسلامية؟ حقيقة أنا خلال الفترة اللي فاتت تعرضت لكثير من الاتهامات في الإعلام السويدي والتهديدات ولا أريد أن أفصح عن شيء وعندي رسائل صوتية إن شاء الله أذيع هذه الرسائل في وقتها رسائل صوتية، ابتزاز، تهديدات، كل أنواع الإرهاب تعرضنا له خلال الفترة الماضية ماذا فعلنا يا جماعة؟ لم نحرد ولم نفعل شيئاً بل فقط عرضنا قضايا الأهالي وقلنا نحن نرفض أي تصرف خاطئ نريد أن نستعيد الأطفال بصورة عادية جداً وبطريقة جميلة وسلمية وكذا الذي فعلناه فقط هذا فماذا حصل؟ فجئنا بهذا الترهيب إذا كنا نحن وسيلة إعلامية نملك هذا الكم من المتابعين ونملك هذا الصوت نتعرض لذلك فما بالكم بالأهالي؟ صدقوني هذه البلاد كشفت عن وجهها القبيح كشفت عن وجهها القبيح يعني أنا على سبيل المثال لما أعرض هذه دراسة يا جماعة منشورة من حوالي أسبوع أرباب العمل يستبعدون الأشخاص الذين يحملون أسماء أجنبية في السويد هذه الدراسة لم تكن من قناة شون إسلامية هذه الدراسة قام بها باحثون من جامعة ستوك هول من بالعاصمة السويدية أن أرباب العمل السويديون يقومون بتمييز واستبعاد الأشخاص الذين يحملون أسماء أجنبية خلال تقدمهم على الوظائف حيث قام الباحثون بإرسال أكثر من خمسة آلاف طلب وهمي لأصحاب العمل وكانوا يعملون على الدراسة لأكثر من تسع سنوات قبل أن يتوصلوا لهذه النتيجة وقالت الباحثة في معهد البحوث الاجتماعية بجامعة ستوك هولم والمشاركة في الدراسة أني إيلاندسون أن هذه أكثر المجموعات المهنية في سوق العمل السويدي لما نعرض هذه الأخبار نتعرض للاتهامات يعني هذه مشكلة عندكم أنتم حلوها بلادكم تعج بالعنصرية مش كلامي كلام راديو السويد كلام جامعة ستوك هولم وبالمناسبة موقع أكثر هو موقع موالي للحكومة السويدية وهذا الخبر مصدره الأساسي هو راديو السويد يعني أنت تدخل هنا تجد المصدر هذه ميزة من مؤيزات هذا الموقع وإن كنا طبعا نعلم توجهاته فليس كهذا الكلام أنا لا آتي بشيء من عندي لا آتي بشيء من عندي يا جماعة بالله عليكم حد يجيب أي كلام عندي مثلا فيه تهديد أو فيه تحريض أو فيه أي شيء ضد السويد كل اللي بنعرضه بنعرض أخبار من وسائل الإعلام السويدية هذا ما أفعله أنا فقط أنا غير مسؤول يعني هما أقصى ما استطاعوا أن يتهموني به تعليقات عندي في اليوتيوب على تحت الفيديوهات وكأني جالس 24 ساعة أتابعي التعليقات وأنا أتهم محمود أغا وصحيفة الكمبس وعبيد الغرب بأنهم هم الذين كتبوا هذه التعليقات وصوروها واتهموني والله شرف لي أن هؤلاء لا يستطيعون إدانتي فيذهبون إلى التعليقات ويضعون تعليقات فيها كلام أنا لست مسؤولا عنه ويقولون ها شوفوا هذا تحريض هذا فيه كذا هذا دعوة لكذا أنا ما لي ما في قناة أنتم حتى مجلتكم فيها تعليقات عنصرية كذلك هذه دراسة لسا طلعة يعني بصوا بتاريخ من يوم واحد الآباء حامل الأسماء العربية وذوي الدخل المنخفض يتعرضون للتمييز عند اختيار مدارسهم لأبنائهم شو بدكم من هذه الدراسات الكثيرة؟ هذه من جامعة أوبسالة إذن هذه جامعة استوكهولم هذه جامعة أوبسالة يتحدثون عن تمييز ضد الأهالي أصحاب الأسماء العربية وذوي الدخل المنخفض لأنهم يتعرضون للتمييز عند اختيار مدارس لأبنائهم ثم بعد ذلك يتهمون نحن باتهامات روحوا حلوا هذه المشاكل إحنا بنعرض لكم هذه الأشياء وأنا أقول لكم لماذا أعرض هذه الأشياء لأن الأشياء دي يا جماعة هما لما بيعملوا الدراسات هذه بتعدي وتمشي ما حدش بيسمع عنها لما أنا نقلت هذا الكلام إلى كل الدول لأنهم تابعوا القناة من كل الدول العربية فأصبح ذلك يشكلوا ضررا لهم هم قالوا ذلك بأنفسهم قالوا فضحنا فضحونا في كل مكان صاروا يتكلمون عن الاغتصاب وصاروا يجيبوا أشياء فاللي حصل أن دولة السويد أصبحت تتأفف من عرض مجرد الأخبار أخبار عادية تعرض يتأففون طيب أنا أقول لكم أكبر دليل على أن دولة السويد تتابع قناة شؤون إسلامية بالمجهر فكرين آخر فيديو رفعت على قناتي يوم 31 مارس بالمناسبة 31 مارس هو يوم حظر قناتي على اليوتيوب هو نفس اليوم وأنا مش عارف برضو ممكن يوم 31 مارس ركزوا معايا في هذا الموضوع عشان بس أخذ اتصالات اللي عاوزين يتصلوا واللي عاوزين يسلموا علينا واللي عاوزين يعملوا مداخلات ها هسمح لكم كمان شوية أرجوكم استنوني يوم 31 مارس قمت باستعراض تقرير لمجلة فوربس الأمريكية حول دولة السويد أنها الثانية من حيث الخطورة على النساء المسافرات ركزوا جماعة بالله عليكم يوم 31 مارس عرضت هذا الخبر هذا الخبر موجود على مجلة فوربس الأمريكية بتاريخ 2 ديسمبر 2021 ركزوا معايا أنا عرضت هذا الخبر يوم 31 مارس وهو أصلا منشور من يوم 2 ديسمبر 2021 أسألكم سؤال إذا أرادت دولة السويد أن ترد على هذا الخبر الذي يتحدث أن دولة السويد هي الثانية على مستوى العالم في الخطورة على النساء شوفوا كذا دولة السويد هي الدولة الثانية من بعد جنوب إفريقيا في الخطورة على النساء المفروض دولة السويد ترد على هذا الخبر في شهر ديسمبر الماضي صح يا جماعة؟ يا جماعة هل هذا صحيح؟ يعني هذا الخبر بتاريخ 2 ديسمبر لكن لما أنا عرضت في قناتي يوم 31 مارس 2022 طلع على طول التلفزيون السويدي بصوا يا جماعة لايف الآن أمامكم صوت وصورة التلفزيون السويدي يوم 31 مارس بنفس تاريخ اليوم اللي أنا عرضت فيه التقرير على قناتي قام التلفزيون السويدي بالرد على هذا التقرير نعم ماذا تكتشفون من هذا الأمر؟ تقرير منشور من أشهر على موقع فوربس الأمريكية مجرد استعراضي له في قناتي أنا ما علقت عليه أنا على فكرة قلت لا أؤمن بهذه الإحصائيات أصلا في مقدمة الفيديو تخرج دولة السويد وتأتي بباحثين وجامعات والمتخصصة قال هذه الإحصائية مضللة شوف يا جماعة قال لك أن هذا الكلام أسيء تفسير الإحصائيات وأن هذا الكلام يتكلم عن أشياء مضللة هذا كلام مضلل أهو المقال والتقرير مضللان أنا أنا شو زا يا جماعة بالله عليكم أعمل إيه؟ أتوقف هل تريد دولة السويد أن نتوقف عن مناقشة الأخبار يعني لا تقارير محلية عاوزنا نناقشها ولا ولا تقارير دولية ولا تقارير محلية ماذا نفعل؟ هم يريدون تكميم الأفواه يقولون وهذا الكلام والله وصلني توقف لا أريد أن أفسح عن شيء كل هذا بالصوت وفيه بعضه بالكتابة توقف فقلت لهم يعني أنا أضحك على هذه الأشياء يعني أنا أقول لكم انتقدت الحكومات العربية بقدر ما انتقدتها وتكلمت عنها لم أتعرض للإرهاب الذي تعرضت له من دولة السويد نعم آه يعني أنا لا أنفي أنه كان فيه هجوم علي بس كانوا يشتموني في التعليقات الجماعة الأتباع الأنظمة العربية كانوا يشتموني في التعليقات الذي تعرضت له أنا من دولة السويد ومن عبيد دولة السويد ما تعرضت له من قبل ما تصورت يعني أنا كنت أنا شخصيا كنت مخدوع في دولة السويد يعني أنا كنت معتقد أنها دولة فعلا عندهم يعني حرية وشفافية وكذا والله والله صدقا هذا الكلام من سنوات طبعا مش الآن ففجئت بأننا أمام دولة بوليسية كما وصفتها إحدى الأخوات التي سافرت فيه أخت سافرت إلى السويد استضفتها وكانت تريد الاستقرار هناك قالت أول يومين سافرت ليهم السويد قلت هذه البلاد لا تناسبني ولا لأطفالي ولا لي لأنها بلاد بوليسية قلت لها بوليسية قالت نعم بوليسية اللقاء موجود عندي في سلسلة لقاءات جنة الدجال فهذا يا جماعة أنا مش ذنبي يا جماعة والله ما هو ذنبي وأقولها لكم هذه الدولة فعلا هي أخطر دولة على النساء وهذا مش كلامي طبعا هذا كلام دولة أمريكا روحوا تفوضوا مع فوربيس يعني أنتم عاوزين تهاجموا هاجموا مجلة فوربيس الأمريكية مش تتهمونا إحنا بالتضليل أنا أنا ما عندي مركز إحصاء ولا دراسات فسبحان الله يعني هذه أخطر دولة على النساء وطبعا ثبت بالدليل القاطع أنها أخطر دولة على الأطفال وأقسم لكم بالله أن هذه الدولة أخطر دولة على الرجال الذكور هناك يا جماعة ضيعين وهذا الكلام أي واحد سمعني الآن عايش في السويد يعلم ذلك الذكور في السويد لا حقوق لهم في السويد الرجال المرأة تروح تشتكع الرقل تدخل السجنة أو تأخذ تشلح الأطفال أو تأخذ يعني بصوا هناك عندهم النسوية متحكمة بشكل غير طبيعي إذن لا يوجد حقوق للرجال ولا حقوق للأطفال والبلد خطيرة على النساء فأيا خطيرة أخطر دولة على البشرية كافة مش كلامي أنا إحصائيات دراسات وعلى فكرة فيه طبعا الدكتور إياد قونيبي يتكلم عن موضوع الإحصائية الشهيرة التي خرجت عن منظمة دولية تكلمت بالدليل وطبعا كلهم مش عرب ولا لهم علاقة بالعرب ولا المسلمين ترجمة نانسي قنقر